موسيقى هل من الحكمة أن يستثم الإنسان للطغية القاتل في مقابل حياة هادئة بلا مشاكل بلا صدمات بلا منغسات أم أن مغاف الأجداد وفقر الآباء نداء لا يمكن أن يتجاهله الشجعان أو من يحملون داخل أجسادهم روح وقلب فارس الشاعر الكاتب المصرحي الإنجليزي ويليام شكسبير ناقش الأفكار دي في مصرحيته العبقرية الملهمة هاملت المصرحية التي لم تتوقف المصارح عن عرضها برؤى مختلفة منذ القرن السبع عشر أحدثها بالدورف الدنمارك حيث قصة غدر وانقلاب تموي يقوم به الأمير كولوديوس حيث يقتل شقيقه الملك والزواج من إمرأته الست مهاملت وطبعاً بيسيطر ويكوش على العرش هاملت بقى رغم أنه كان غرقان للششة وفي حب أوفليا وكان عنده فرصة يكبر دماغه من وفاة والده الغامضة ويأجره شقة في أرض اللواء اللي في الدنمارك يتجوز فيها وكده أو يحجز في حي الأبيضات اللي في كوبينهاجل ويشتغل مالدومة بيعات جبنة دنمارك مثلاً لو عم الملك يعني خنى عليه في المصاريف لكنه رفض إلا التصرف كما يفعل الأبطال ومن هنا جاءت أسطورة هاملت اللي من أشهر مونولوجاته المونولوج اللي بيبدأ بجملة توبي قرنطوبي أكون أو لا أكون هذا هو السؤال هل من الأنبل لنفسها تصبر فتعاني من أحمق يتلاعب بها يصحقها يحرقها أم ينبغي عليها أن تقف كمقاتل شرس فتطارده حتى تتحرر تشهر السلاحة من بحر الجنون وتطلق من جبل الغضب بركاناً يصد المظالم فتنهيها ننام نموت وما من شيء بعد أنا أقول بهذه النومة أننا ننهي لوعة القلب وآلاف الصدمات ما أعصى ما نشتهي ننام نموت كأننا نيام وإذا حلمنا لعمري هناك الظالم يعترض أبسط أحلامنا فمن ذا الذي يقبل صاغراً سياطة تاغوت ومهاناته ويرضخ لظلم المستبد ويسكت عن استعلاء المتغطس صاحب الجاه والمنصب يسكت عن غياب العبالة والازدراء الذي يلقاه ذو الجدارة والجلد من كل من لا خير فيه من ذا الذي يحتمل هذا كله وهو قادر على إنهائه أو على الأقل قادر على مواجهته من ذا الذي يحتمل وحشاً ضارياً مفتلساً كهذا غير أن خوفنا من الموت ذلك البلد المجهول الذي لم يعد منه أحد أو خوفنا من القطبان الذي يختنق خلفها الأمل كل أمل الذي يقتل كل إرادة فينا فنقتل واستسلام وتحمل المعلوم على مواجهة المجهول فتحيلنا ضمائرنا جميعاً إلى جبناء ويمنعنا الجبن من القيام بأي فعل أكون أو لا أكون هذا هو السؤال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لما جهز سريط أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان هدفه ووسيطه إدراك تقرأ بيه زيد بن الحارث وكل شهدأنا في مؤتا فما أشرف الوفاء بحق الآباء والأجداد